تحب الله ولا تحب أحد مع الله كيف كيف تعرف أنك تحب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم والله وبعض الناس ادعي محبة وكاذب لأن أنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله يحب الله ولا يحب أحد مع الله طيب أين محبة الأنبياء ورسول عليه الصلاة والسلام الملائكة الصالحين تحت محبة الأحباب ابنهم لأن الله أمر بحبه عندنا حب في الله صح وبغض في الله مؤلف رحمه الله جاء في باب المحبة وبعد المحبة جاء في باب الخوف لأن السائل إلى الله لابد يجمع فيه سير الله بين الحب والخوف يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يغد قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به فرعون قدم محبة مال قال وهذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله سبحانه وتجري من فوقه قارون قدم محبة المال صح عذب بماله كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به قل هذا قضاء الله وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسادوهم رهابا إذن تحب الله ولا تحب أحد مع الله تخاف من الله ولا تخاف من أحد يخافك الناس